لم تكت تمضي سويعات على تجربة السفارة الأمريكية في بغداد منظومة سنتيريون المضادة للصواريخ حتى اضطرت إلى استخدامها لإفشال هجوم صاروخي جديد تعرضت له فجر الأحد مصدر أمني حكومي قال إن صاروخا من نوع كاتيوشا حاول استهداف مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء إلا أن منظومة سنتيريون أبعدته وسقط على إحدى الشقق السكنية القريبة من السفارة ما أدى إلى إصابة طفل وإلحاق أضرار مادية بالشقة وكانت السفارة الأمريكية قد قامت بتجربة منظومة سنتيريون التي تتكون من صواريخ اعتراض ورادارات فائقة التطور في سماء بغداد لخمس مرات ما أثار غضب عدد من النواب ومنهم نائب رئيس البرلمان الحالي حسن الكعبي ورئيس لجنة الأمن والدفاع محمد ألرضى الذين وصفاء الخطوة بالاستفزازية الجيش الأمريكي كان قد أدخل مطلع العام الجاري منظومات مضادة للصواريخ بعد زيادة الهجمات التي استهدفت السفارة الأمريكية والقواعد العسكرية التي توجد فيها قواته بهدف شل القدرات العسكرية للميليشيات التي اعتادت على إطلاق صواريخها دون إحداث أي خسائر في الغالب ويرى مراقبون أن تداعيات المتسارعة عقب إعلان حكومة مصطفى الكاظمي اعتقال خلية القصف بالصواريخ على المنطقة الخضراء ثم إطلاق سراح أعضائها والطريقة التي احتفلوا بها من خلال إهانة صورة الكاظمي وإحراق الأعلام الأمريكية أظهرت بجلاء مدى سطوة الميليشيات وعدم قدرة الحكومة على إيقافها ويبدو أن ذلك دفعها للتمادي أكثر ما يجري في العراق من تغول سلطة الدولة العميقة وانفليات الميليشيات وعجز الحكومة عن فرض القانون وإيقاف تجاوزاتها يعطي رسالة مفادها أن أي محاولات لإصلاح الأوضاع من داخل العملية السياسية أمر لا طائل من ورائه في وقت يتصاعد الإصرار لدى الشعب العراقي لإزالة الطبقة الحاكمة بكل أحزابها وميليشياتها لأنه الخيار الوحيد لإنقاذ الوطن من الانهيار الشامل وضياع حاضره ومستقبله